هذه ليست لعبة فيديو بل هو تبادل إطلاق النار الحي في مدينة رهت في النقب وهذا ليس فيديو مركب بل هو فيديو لمواطن من مدينة يافا أطلق عليه الرصاص الحي في وضح النهار ومعه أطلق الرصاص الحي على الشيخ محمد أبو نجم الذي تعيش مدينة يافا بسبب مقتله حالة حزن واضطراب بالغين وبني أدام له ناشط في البلد قريباً لعشرين سنة وحاسب اللي كان له ضغطاً نحن نستوعب من خسرنا والشخصية اللي خسرناها ومخوف أن الناس اللي مستعدة تقتل قيادات ومستعدة تقتل شخصيات اللي خدمت البلد بهايك سهولة بالنهار بدون ما تراجع نفسها بدون ما تسأل إيش اللي بني أدام هذا سوى للبلد يعني بجوز خدمة هي يعني هي مش عارفة في هذا الحي وفي وضح النهار ودون الخوف من حسيب أو رقيب قتل الشيخ محمد أبو نجم ومن يافا الحزينة إلى مدينة أم الفحم المنطفضة والغاضبة والثكلة هذه المدينة التي تظاهرت وانطفضت ضد العنف لتجد نفسها وهي تتظاهر تشهد جريمة قتل شاب محمد ناصر إغبارية الذي قتل أمام بيته وبذلك يصبح عدد ضحايا العنف في عائلته أربعة أشخاص في أقل من عام ونصف العام في المقبرة التقينا بكفاح ابنة عمه والتي لم يمضي نصف عام على مقتل أخيها حسبي الله ونعم الوكيل بس بقول حسبي الله ونعم الوكيل اللهم إنا مظلمون فانتصر ياي بقول شو داقول بعد فترة ما نلحك ناش ننسى وجعنا طبعا أخوي نكتل كابل عند ميلاده في يوم بستة عشرين سبعة عند ميلاده كان بسبعة عشرين سبعة بعد أشهر أجد دهر محمد حمد بنعمه وهو شاب صغير هيك محبوب ومتطوع بكاء يجي في المركز الجماهير يتطوع كان معاي في ترميم يعني إحنا عاليتنا معروفين كداش منعطي البلد من حياتنا من وقتنا نشل في المؤسسات التعليمية في هذه التظاهرة التي نظمها طلاب المرحلة الثانوية في مدينة أم الفحم خرجوا يحملون أكفانهم على أكتافهم أمام مقر الشرطة وفي ذلك رسالة رمزية تعكس مدى خوفهم هذه المبادرة من قسم الشبيبة في المركز الجماهيري نعبر عن ألمنا وعن الأشياء التي نمر فيها نحن على الأخير مستقيم من هذه الفكرة التي نحن جبناها أن نوقف ناس لابسين ملابس بيض وتحت فيها على الدوار التوابيت نحن نعبر عن ألمنا بالمظاهرة الصامتة وبرضو بسبب أن القتيل اللي مبارح فقدناه هو كان طالب من المركز الجماهيري ورغم هذه الهبة الشعبية التي نشهدها في كل قرية ومدينة عربية يبدو أن منفذي عمليات الإجرام لا يأبهون في ظل فشل الشرطة إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم فقد شهدت مدينة دير الأسد هي الأخرى صباح اليوم جريمة إطلاق نار على مواطن من المدينة رغم الغضب والإضراب والرفض تستمر الجريمة والضحايا هم من المواطنين العرب فقط